موسيقى أكيد السيد بشارة أهلا وسهلا فيك انطلاقا من كلام السيد حسن نصر الله لإسماعيل قآني رئيس الحرس الثوري الإيراني عندما قال له خلال اجتماعه أن حزب الله سيقاتل إسرائيل وحيدة هو قادر أن يقاتل إسرائيل وحيدة في حال توسعت دائرة الحرب هاية واحد اثنين أن حزب الله لا يريد طورية إيران في حرب مباشرة مع إسرائيل أو مع الولايات المتحدة وكأن حزب الله هو الذي يضحي في سبيل المصلحة الإيرانية أو للحفاظ على قوة إيران ليش دائما لبنان هو الذي سيكون المضحي الأول في سبيل أي قضية بلشنا نحن اليوم بالقضية الفلسطينية وبلشنا بحرب سارة ستة شهور واليوم حزب الله يقول للإيراني ما تعتلهم أنا أدافع عن هذا المحور مؤسف هيدا الحكي أستاذ جافي لأنه هيدا الفريق عم يخدنا على جهنم بكل ما للكلمة من معنا لم يخطئ الرئيس ميشيل عون يعني أفضل شي بولاية الرئيس عون أفضل مقيل يعني لنقال وانطبق على المسأل هو نحن بجهنم يعني هيدا إذا بدك هي حبة الفراز على الولاية الرئاسية على قلب الكيك بولاية الرئيس ميشيل عون لأنه يعني ما زبط شيء إلا هالتوصيف الدقيق للأزمة نعم نحن بجهنم لبنان مسلوب الإرادة مخطوف القرار في جماعة تقاتل لأجل مرة الخميني ومرة الخامناء ومرة وليت الفاقيه ومرة قضية فلسطينية هني أبعد ما يكون عن خدمتها لأنه مش هيك تخدم القضية الفلسطينية اليوم بيصوروك وكأنه إذا قلت أنا ما بدي حزب الله يعرض لبنان للخطر ويقاتل من لبنان ويحط سمن كبير اقتصادي وبشري وكل ما يمكن أن يدفع في سبيل هيدا يعني النفق المظلم بيقولوك أنت ضد القضية الفلسطينية ضغرة يعني بتدخل أدوات الشيطان لأنه أنت بتخدم إسرائيل لا يا حبيبي أنا عم بخدم لبنان أنا لما أقول مبدي يعني أنا بكون عم حافظ على بلدي ويمكن في مكان ما لا بل مش يمكن أكيد في مكان ما عم حافظ بهيدا الخطاب على الشيعة يلي كمان أيضا خاطف لهم قراروا حزب الله لأنه مش صحيح أنه هذا التأييد يعني إذا أخدوا أو ترجموا بقانون انتخابي معتوير أخد سبع وعشرين من سبع وعشرين مش معناتها المذهب الشيعي بجيبته لهيدا الفريق إذا بتروح عليهم بدون إعلام بتعرف أنه هني ضد الحرب وهني ما بدون الحرب وهني مأخذين عنوة إلى هذه المحركة لكن اليوم السيد حسن لما بيقله لققاني هيدا الحكي هيدا خطير وهيدا يجب لا يسكت عليه ولازم كل الكوة الحية الفعلة تتصدى بصوت عالي مش بس إنه بالسالونير لازم يكون في صوت عالي يرفض في عبارة كتير حلوة موجودة ببيروت لبنان لا يريد الحرب هاشتاك علما أنه حرق أوه دخلك كان في بانو على المطار شفت بمطارح ما عندي معلومة أنه حدا حرق حتى لو حرقوا البانو ما حرقوا الشعار يعني المسا لبنان لا يريد لبنان لا يريد الحرب هيدا لازم يكون عنوان المرحلة حتى كل لبنان صغير وكبير يربع على هيدا المقولة لبنان لا يريد الحرب يجب تعريط هذا المنطق اللي عم ببشرنا فيه سيد حسن نصر تعريطه بالإعلام مسؤولية الوسائل الإعلامية مسؤولية النشطين مسؤولية السياسيين مسؤولية الكتلة الميابية أنه مش بس نبكي على وضع اقتصادي بدون ما نقول شو السبب يعني ما نتطلع على النتائج من دون نروح على السابق لبنان لا يريد الحرب لبنان مسلوب لإرادة مخطوف الأراضي خليني بأول وحدة لبنان لا يريد الحرب يعني هذا عنوان أساسي في الورقة اللبنانية التي سلمت ردا على الورقة الفرنسية لبنان لا يريد الحرب لبنان يريد تنفيذ القرار 1701 هذا عنوانين لكن إسرائيل هي التي بحسب شعار حزب الله إسرائيل هي التي تريد جار لبنان إلى هذه الحرب يعني أول شي كنا بقول سيد نصر الله نحنا فتحنا حرب المشاغلة بيستقيم هيدا الحكي وبيصير حقيقة لو لا خروج السيد حسن نصر الله واليعني التباهي بأنه هو من أطلق الرصاص الأولى بـ 28 تشرين من بعد عملية العملية التي سميت بطفان الأقصى وهي عملية انتحارية عمليا من لا طفان أقصى ولا غيره هايدي عملية انتحارية نحر الشعب الفلسطيني يعني حركة حماس والجهاد الإسلامي وهيدي اللي 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 فتكروا حاله ونربحوا هني عمليا لحسوا المبرد أنا بسميها عملية انتحارية قدت إلى قتل عدد أكبر عدد من الفلسطينيين من تاريخ يعني إذا بدك من 48 لليوم لذلك أنا بقلك ليست عملية يعني مش لازم نسميها طفان الأقصى أو بك تحطي هللين متل ما منحطهم حد حزب الله لأنه الله أكيد ما عنده حزب لذلك وإذا كان عنده حزب بيكون حزب يعني بيشتغل للخير مش 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 لقاتل الأبرياء ومش لطورية لبنان أكيد الله بيحب لبنان وأكيد الله إذا بدي يحط إيده بيحط إيده لا يعمر لبنان مش تا يستجلب الدمار للبنان على قاعدة لو كنتوا أعلم بالالفاين وستة ونحنا عم نخطب مشروع إيراني آآ جيشنا وأكلنا وشربنا وسلاحنا وكل هوضي بخدمة مشروع ولاية الفقير أكيد الله ما بيقبل في هذا الحكي لذلك أنا بيقول لك استفادي اليوم المطلوب وقفة وقفة قوية وقفة صلبة وقفة آآ يعني آآ كاملة الاوصاف وطنية لبنانية مش لا عمقول وقفة مسيحية ولا عمقول وقفة مسيحية سنية أو مسيحية آآ سنية درزية بوجه الشيعة أبدا مش هيك وقفة لبنانية صافية وطنيا حتى نقل له لا وقف ما بيسود كفة هيك حاطت ليك هيدا الفريق شو عامل حاطت مفتاح قصر بعبدة بجيبته وحاطت مفتاح المجلس النيابي بجيبته وحاطت مفتاح مجلس الوزراء بجيبته وحاطت مفتاح كل المؤسسات اللي بتجي ما دون هيدا المؤسسات الدستورية تلاتة ورايح يقلك سيعة بدي قاتل باليمن ساعة حيث يجب ان نكون سنة ساعة بدي اعمل حرب بغزة ساعة على طريق ساعة ساعة عناوين مختلفة ونحنا عم ناكل قتل ونحنا عم نتدمر والبلد عم ينهار والشعر عم يدفع ثمان وما في حجر ع حجر وبيقلك شو ما صار انتصار هل يعقل انه يكونوا هالمفتاح يخي يعطينا المفتاح وروح كفي حربك بركي بركي ساعتها منقول آآ ماشي البلد ماشي وهو عم يعمل حلوك ما فيك توقف كل شي وتروح تفتح حرب ما حدا كلفك فيه عظيم ما حدا قالك روح دافع عني ما حطيطلك استراتيجية دفعية انا كمشترع بلبنان كمجلس نيابة ومن واجبه يعمل تشريع ما حطينا استراتيجية دفعية لا بهيئة الحوار ولا مجلس الوزراء ولا بالمجلس النيابة ما حدا كلفك تروح تعمل حرب تدمر فيها لبنان وتدمر فيها الشعب اللبناني والاقتصاد اللبناني وكل البنى التحتية طب وبالاخر شو بيقلك بيقلك الله مكلفني سمعته للسيد حسن لما خبرنا انه الله مكلفه نضم قلنا اللواء اشرف ريفي عضو كتلة التجدد صباح الخير حضرت اللواء صباح النور لك لضايفة جنرال بارح رويتر عم تقول انه السيد حسن نصر الله قال لقاءاني حزب الله لا يريد جار ايران الى حرب مع اسرائيل وامريكا ونحن نستطيع ان نقاتل الاسرائيل منفردين ماذا كيف قرأت هذا الموقف لا شك خلنا نكون واضحين اليوم ازرع ايران معروفة حسن باليمن حجد الشعبي بالعراق حزب الله في لبنان هذا اذا بك تبع عيه اكثر واكثر واذا بدك دونية من حزب الله نحو ايران انه نحنا منجنبكن كل اللي عم نسمعك انه نحنا منجنبكن اي احكمالات الحرب ومنحمل المسؤولية عنكم ومضحي بشبابنا كرمال ايران بعدنا عم نسمعك جنرال ايه بالوقت اللي بنعرف تماما انه ايران هي معلمة كلها الازرع هاي ولا يتنفس حزب الله الا باوامر ايراني وكذاك الامر الحسين والحجد الشعبي طب يعني ماذا يعني انه نحن لا نريد طورية ايران في اي حرب مباشرة ونحن سنكون في المواجهة هل تحويل هل هذا يعني انه لبنان الوحيد الذي يجب ان يدفع فاتورة وحدة السحاد دون غيره وهل اللبنان يستطيع ان يكون الضحية الاولى والوحيدة بكل اسف الحقيقة ايران مسعد يعني ايران عم تحاول تقاتل بكل عربي سواء كان يمني او كان لبناني او كان عراقي انه بالنهاية منعرف تماما انه في مفاوضات مستجدة ومفاوضات يعني متطورة بين الامريكان وبين الايرانيين طريقة غير مباشرة بعمان هناك يفاوض الامريكي وهان اذا بدك بيقول بيجبر الحوسي والحزب الله والحجد الشعبي يقول انه نحن سنقاتل بس بقرار من عنا مش بقرار ايراني فهذا منفاق الايراني بكل اسف طيب هل هناك هل ترى ان اسرائيل تريد ان توسع حربها باتجاه لبنان انا اخشى ذلك اليوم نضع الاتصال هلا موقت مع الجنرال بشارة بهيدا الاتصال جنرال عم يقطع الخط فينا نرجع الاتصال فينا نرجع نعيد الاتصال هل اسرائيل تريد توسيع دائرة الحرب برأيك نحن امام خشي من حرب واسعة كنا عم نطرح عليك هذا السؤال ونحن عم نقول انه سيضل هذا المسعى لكن هذا التوسيع بشكل هيك جغرافي لضرب من هناك وتصفي من هناك انا بقول اليوم قادر لبنان بعد يعيش ضمن هذا الصراع العسكري لبنان مخنوق وعم ياخد يعني بالكاد عم ياخد واحد بالمية من الاكسجان اللازم حتى يضل على قيد البقاء لكن الاسرائيلي لشك انه عنده اه بانك اهداف وببانك الاهداف هو انه يتصيد اماكن او تجمعات متل ما عم بصير بسوريا من سنتان وثلاثة الورا يتصيد تجمعات بيعرف فيها اه عناصر لحزب الله او قياديين من حزب الله انا بتقديري طالما قادر كل يوم يكون عنده صيد سمين وكل يوم يضرب بمطرح بيكفي انه ما يوسع الحرب وما يعمل حرب لكن اين المصلحة اللبنانية في ذلك انا ما بشوف انه جاي على اينا حرب كبرى واجتياح بري واجتياح اه جوي هو كلهم انا ما بشوفهم لانه المصلحة الاسرائيلية تقتضي بي اه اه يعني تصفيت فريق حزب الله عطريقة الصيد ياللي عم تعملوا كل يوم لكن هذا يكفي باعادة الامور الى نصابة الحياة الطبيعية الى شمال اسرائيل بركة الاسرائيلة عم براهن على تعب فريق حزب الله ويعني استسلامه للعودة الى الالف وسبعمية واحد وهون انا بقول انه هو المدخل الالزامي للحل لبلورة الحل يعني ما في مجال ما في مجال استسفادي نرجع لأي شيء الا من خلال الالف وسبعمية واحد المبني اساسا على الخمسطعش سعة وخمسين لانه اذا بدنا نطبق الالف وسبعمية واحد بطريقة الالفين وستة شيء واذا بدنا نروح الالف وسبعمية واحد كما تأسس شيء تاني مختلف تماما اه حضرة اللواء كنت رحت عليك السؤال ان كان هناك قراءة لما يجري في الجنوب هل ترى ان اسرائيل تريد توسعة نطاق الحرب في لبنان وتحولها حرب شاملة ضد كل لبنان رئيس وزراء اسرائيل نتنياهو له مصلحة حكما ان يبحث على اذا بدك ولو يعني يغسل باق وجهه اليوم الكلم نعف تماما ان اسرائيل 7 اكتوبر اكلت ناكسة كبرى على مستوى الاستخباراتي وعلى مستوى العسكري بالنهاية مجرد ما توقف المعارك العسكري بغزة الارجح تسقط حكومة تنتنياهو هو يأخذ الى المحاكم المحاكمين له مصلحة انه ان يطيل امد الحروب واخشى ان تكون الجنوب اللبنانية او الجنوب اللبنانية هو المجال تبع الحرب القادمة طيب اليوم لبنان رد على الورقة الفرنسية ان لبنان لا يريد الحرب ولبنان يريد تطبيق الـ 1701 اكيد بشرط ان تلتزم به اسرائيل ايضا هذان المعطيان شو بقولولنا جنرال لا شك اذا بدك السلطة القائمة حاليا اللي هي الدمية مع حزب الله انا برأيي لا يعتد باقوالها نهائيا ومضطرة تحكي هي اذا بدك هالكلام اذا بدك السميل لبلد اسم بها المعنى هذا من المقابل حزب الله حقما يعتبر انه الكرار عنده وينفذ ما يريد بدون ما يخطب اي اعتبار لسلطة الحالية يعني اليوم حزب الله يريد العودة الى 1701 علما انه في السابق يعني ما من بعد حرب اكتوبر قال انه يجب ان نعدل بالـ 1701 اليوم لبنان حدا متل ما هو كان عم بقول اليوم لبنان اقوى من بعد 7 اكتوبر ويجب ان نعدل في الشروط لمصلحة لبنان ان نعدل شو بده يعدل لان امان الحق انا كنت شاهد على اقرار يعني بسودة القرار 1701 وكننا بنعرف تماما ان حزب الله كان مزروك باخر ايامه كيف كان يتوسل يعني عم يترجم الرئيس فؤاد السانيورة عبر وسام الحسن وكان بمكتب هذا الكلام لان عجل باكرار 1701 واعتبره يوم متى انتصار اليوم انا برأي التعديل بتصور منه ويريد عم يقولوا محاولة تطبيقه اليوم ان يطبق من الجهتين حقما ان احنا معها مش ضد تانيما انما بالنهي حزب الله يلتزم اليوم الاول لم يلتزم حزب الله واسرائيل لم تلتزم اليوم اسرائيل عنده خرقات جوية عنده خرقات بحرية وحزب الله من اول يوم يعني بيسلاحه بالف جنوب الليطاني بعكس مما مصوص عنه بالف سمعمية واحد طيب اليوم جنرال يعني لا شك انه الامريكي يفاوت حزب الله ان كان من الجنوب وصولا الى الداخل الجبهة المقابلة قادرة اليوم على وضع حد لتعاطي الغرب مع حزب الله او لخلق توازن قوى بينه وبين حزب الله ليش تخلنا نكون والقاين يعني اليوم شكلنا نوات اذا بدك بتفضلوا ضيوفك اليوم كانت نوات برلمانية عونية بي لا يكفيها اذا بدك نوات لبنانية البرلمانيين جزء منها واليوم فيه خطوات عملية بهذا الاتجاه لنعمل نوع من التوازن لقدم نخرج وطننا من هالأزمة اللي هو فيه او من هده الخطوة لحزب الله يعني عمليا شو جنرال اليوم بلق صلب اذا بدك من واحدة وثلاثين نائب متنوعة جغرافيا ومذهبيا وطائفيا وبقوى سياسيا وبنفس الوقت اليوم بلاشنا نحكي بين بعض البعض عن ضرورة انه نوسع الجبهة هذه بدل ما تكون برلمانية تكون جبهة وطنية بكل معنى الكلمة من كل القوى السياسية اللي هي سيادية وتطالب اذا بدك ان يخرج لبناني من القبضة الايرانية ومن قبضة حزب الله اليوم جنرال اليوم مطالبون انت باكثر من ذلك واليوم نحن نحتفل او نتذكر 14 ادار 2005 اليوم فيه زيت اذا بدك التحدي يعني انتفضت الشارع اللبناني مجتمعا ضد الاحتلال السوري واليوم هناك مطالبة بانتفاضة ما بثورة ما بتحرك شعب ما ضد سيطرة حزب الله على القرار السياسي اللبناني انتو اليوم امام مسئولية يمكن تكون مسئولية اكبر طبيعيا نحن بالتوصيف الواقع من التفهم مع بعض البعض الخطوات التالية حكما اليوم بتبالش اذا بدك بتعمل تكتل نيابي بالمقابل بترجع بتضم له كل الشخصية السياسية السياديية بتوسعها اكتر وممكن تروح لعصيان مدني ممكن تروح لها اذا بدك من قاطعة مجلس لويب ممكن تروح لكل شيء انما بدك تعمل البلوك اللي بدك يقوم بهذا العمل هذا البلوك اللي منطلق من 31 نيب شو المسعة انه يتوسع المسعة يتوسع فيه شخصيات مش بس نيابية في ناس كانوا مرشحين على المجلس لويب ما نجحهم بس عنده رحيسيتهم في شخصيات ما ترشحت عندها حيسيته عندها اذا بدك واقع السياسي بدك تضم كل هالقوة لتكون فعلا جبها متراسلة وطنية لبدانية وهتستعمل الاقصى ما يمكن من طاقاتك بهذا الدي على كل انا بدأ اشكر اللواء الشرفريفي على هذه المداخلة السريعة معنا وانقطع الاتصال ايضا معنا نحيي سيد اللواء يعني دائما اللواء عنده هذا النبض كنا عم نحكي عن وقف صلبة قوية وكان فيه لقاء كان ضمن اللقاء اللواء الشرفريفي اللي استنباط حلول وخطة طريق لمواجهة سيطرة حزب الله على البلد ومصادرته القرار لإدار الحوار عندك برأيك هذه القوى النواة التي تحدث عنها حضرة اللواء 31 أيب ادرى هذه النواة ان تقف في مواجهة امتداد حزب الله يعني قبل معلي واسمح لي اول شي اغتنم هالفرصة لا اشكرك لانه ما كان بينجح اللقاء لو لا ادارتك ادارتك الجيدة استاذ فادي للحوار لانه كمان الحوار له ناسه ومش حيالا نصرخ ونعيد بقى انت خير من يدير اي حوار بقى هون هاي دي فرصة حتى اشكرك على الهواء ولابد من شكر كل اللي شاركوا القوة اللبنانية وفدي كبير الكتائب اللبنانية اللي وقى الشرفريفي عن كتلة التجدد كتار كانوا مشاركين معنا بالقلب مثل النائب مشال معوض والنائب مخزومي لكن يعني اخر تكي كان فيه اشياء ضرورية خلتهم ما يكونوا يعني يعني كانوا مشاركين بكل الخيارات لكن ما قدروا يوصلوا على التوقيت لانه كان فيه شي اخر مختلف بدنا نشكر النائب مروان احمادي اللي كان له كلمة مميزة بالحوار وهي دي انا بقول هي استكمال ملنا يعني ملنا خطوة تأسيسية تمنا ندعي انه عملنا بطولات ونكون عم نحكي ببطولات وهمية هاي دي استكمال اللي ما صار عمره من عمر لبنان لازم اللي بيشبهوا بعض يقعدوا مع بعض لازم اللي بيفكروا مثل بعض يحكوا مع بعض ما مش مسموح ابدا انه يكونوا الناس مشتتين لانه هاو دي ناس منتخبين من اللي وقاش رفيفي او من حزب الكتائب او من حزب الوات اللبنانية او الاحرار او كميل شمعون او اي حدا نحكي هاو دي ناس بيشبهوا بعضهم ما بيفرقوا لا مذهبوا لا طايفي ولا ولا هاو دي ناس متجانسين بالفكر الوطني ما بيسوى خلافا لرغبة الناس يكونوا مشتتين ويكون قراروا نضايع يستفيد منه الفريق الايراني في لبنان حتى يقدر يفرد حاله على المشهد السياسي لانه يراهن على تشتت هذه القوة الحوار ضروري حتى يكون استكمال للبنان الجميل القائم على مبدأ لا شرق ولا غرب كما تأسس عايام شارر خوري وريات الصرح المساء الوطني تأسس على فكرة تحييدية اسمها لا شرق ولا غرب وانا برجع بذكر فيها دايما لانه عندما يعني اخد لبنان استقلاله واتفقوا بشارر الخوري وريات الصرح على كلمة لا شرق ولا غرب كانت الفكرة هي فكرة تطمينية للمسلمين من قبل المسيحيين للمسلمين انه نحنا ما رح نخدكن لا على انتديب فرنسي ولا على حكم روسي ولا على غيره وكانت تطمينية للمسيحيين انه المسلمين ما بيروحوا لا على الحكم العثماني ولا على اي حكم اخر غيره لذلك ارروا بجملة شهيرة كان اسمها المساك الوطني بالمساء الوطني قال لا شرق ولا غرب فازا فكرة تحييدية اليوم شو المشكلة نحنا مشكلتنا بزج لبنان في اتون هذه السراعات واللي اجتمعوا بدار الحوار بذكرى اربطاش ادار هن كلهم عمليا ضد مبدأ زج لبنان في اتون المحاور وفي سراعات المحاور فازا الفكرة الاساسية هي كيفية سحب لبنان من النفق المزلم وتحييده عن الحروب الدائرة يعني اذا في حرب بين اسرائيل والشعب الفلسطيني بغزة او بين اسرائيل وحركة حماس يتعاطف لبنان كونه جزء لا يتجزء من جامعة الدول العربية يتعاطف لبنان مع القضية الفلسطينية وبيقدر عبر رئيس جمهوريته اللي بيحكي باسمه بالخارج يروح على الامم المتحدة ويدافع القضية الفلسطينية متى يشاء لكن انه يصير لبنان ساحة مستباحة لصراعات الاخرين على ارضنا لحساب اجندات خارجية هيدا يلي مش مقبول وهيدا يلي كان جزء اساسي من الحديث يلي دار بادارتك بادار الحوار بين القضية في ادارة الحوار في دار الحوار وبين في مقاربة واكيد هذه مقاربة نحترمها وواقعية المشكلة في فريقنا السياسي مثل ما قال اللي محفوظ قبلك بشوال رئيس حزب وهو كمان رجل سيدي وليس يجب ان يعني يكون عملنا فقط بالمعارضة اللفظية هناك سامي جميل عم بيقول رئيس حزب الكتائب تعالوا الى جبهة سياسية نواجه فيها سيطرة حزب الله وحكي عنا النائب ليس حنكش في دار الحوار من هون لازم يبلش الشغل ادرين هود المجموعة التي نواتها واحدة وثلاثين نائب ان توسع نشاطها باتجاه وحدتها باتجاه جبهة متراصة حكما ادرى انا لسته مع جلد الزيت هيدا المعارضة عم تعمل كل شي فيه تعمله بعد فيه شغلي وحده انه ما حملة سلاح وقالت سلاح يقابل سلاح اذا هيدا المطلوب حكما هيدا مش الوصف ما كان هايك قصده ايدي على راسك انا ما سمعت شؤال في عنا حركة ديبلوماسية قوية كتير انا تحدثت عن الحركة الديبلوماسية ويجب ان يكون رئيس الجمهورية هو الناطق الرسمي باسم لبنان الرسمي بالخارج ويجب ان يكون اذا ما عنا رئيس جمهورية وزير خارجية اليوم هو رأس السلطات بالخارج يعني حكما بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء وينهم اليوم اتنينهم جوز يعني كيكو وشريكو يعني عم بقدموا اعتمادهم عند حزب الله فاذا وينهم لبنان الرسم لكن على الاقالة خلان نحكي شوية بايجابية جبهة وزير خارجية والرئيس الحكومة عملوا ورقة مشتركة يبدو يعمل هيك ورقة بيقدر يعملها وخطوة حميدي انه يعملها لكن ايضا ما بيقول انه نحن مربطين بغزة مش هو اللي بيربط الصحات يعني انا مع محبتي وتقديري وصدقتي وصدقتي تحطي تلت تسطور لا مع رئيس مجلس الوزراء لا 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 ما بيخدموه ما بحبوه يعني بكل صراحة ما بيعتبرو يعني ما خرجو يكون ابدا وزير خرجية عم بحكي عن دولة الرئيس نجيب مياتي دولة الرئيس مياتي عم حبتي وصدقتي لدولة الرئيس نجيب مياتي نجيب مياتي هو رئيس حكومة اعلان بعبدة تنرجع للالفان واتنعش لما رئيس الجمهورية دعا الى هيئة حوار وطني كان نجيب مياتي الشخصية رقم اتنين المشاركة في هيئة الحوار يلي اقرت اعلان بعبدة ومبدأ التحييت بالاجماع وكان رئيس الحكومة نجيب مياتي هو رقم اتنين بعد رئيس او رقم تلاتي عفوا بعد رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية على طاولة الحوار يعني هو رئيس حكومة التحييت اذا قلنا انه هاي الهيئة عملت مبدأ اعلان بعبدة فاذا هو اكتر واحد مسؤول انه ما يخرج من مبدأ التحييت ومن مبدأ هو يسمى نائب النفس وصار وان ما يروح حط كلام عنده النائب النفس النائب النفس يصبح رئيس حكومة وحدة الصحات يعني هيدا يتحمل مسؤولية مضاعفة عن غيره اذا قلنا عبدالله ابو حبيب كوزير خرجية خلص هو منتحر يعني مقوص حاله باجره خلص حرق حاله يعني بهذا السلوك اللي عم يشتغل عليه ورقة محروقة انسى لكن نجيب مئاتي يلي كان رئيس حكومة التحييت هل يجوز لالو انه يحكي عن وحدة الصحات هل يجوز لالو انه يكون هو الصوت الصارخ يعني الذي يجب ان يكون الصوت الصارخ باسم لبنان اليوم معنا معنا رئيس جمهورية وهو رئيس مجلس وزراء وعم نقول له لازم يجتمع مجلس وزراء للضرورات واكتر ضرورة هي تخليص لبنان من من فم التنين بيكون هو رئيس حكومة وحدة الصحات هيدا معيب بحق لبنان برجع لك مع صدقتي يعني انا انا ما بسير بهذا تنرجع للجبهة تنرجع للجبهة قادر اليوم الجبهة المعارضة او القوى المعارضة ان تخلق جبهة واسعة نيابية شعبية سياسية حكما بدها تخلق اول شي اول شي الناس اللي انتخبوا هيدا انه يعني اول شي اللي وقري فيه يتحدث عن الكتلة الصلبة اللي هي الواحدة وثلاثين هيدا الكتلة اول شي اول شي هي مسؤولة تجيهنخ بينا انه توسع مروحة تحالفاتها بالاطار الوطني وتحت العنوان الوطني اللبناني بعيدا عن اي مذهبية واي طائفية واي زورية بضيقة هيدا واحد اتنين هيدا الجبهة المتراصة الواحدة وثلاثين كمان عندها مسؤولية انه تحكي مع الفريق الاخر والفريق الاخر يحكي معه بس على قاعدة انه الفريق الاخر يحسم خياراته هون وقت منهو الفريق الاخر يعني عم نحكي عن باقي الكتل يعني كتلة الاعتدال يلي هي عمليا عم تعمل جولات على كل الكوة هيدا ما فيها تكون رمادية وما عندها النكهة موقف حاسم ضد الحرب هيدا لازم يعني تنضم اذا بدك للكتلة او للنواة الواحدة وثلاثين الصالبة عندك التغييريين جزء منهم ضمن الواحدة وثلاثين جزء اخر خارج الواحدة وثلاثين شو بيمنعهم اليوم يخرجوا من مبدأ الحكي بس متل عايش والجوع ممنوع والاقتصاد والاخبار ويروحوا على اصل المشكل ما يفتوا يعني ما يروح هني بعدهم عم يلعبوا بملعب النتائج وما راحوا على على المتسبب الاساسي بكل الدمار وبكل الويلات اللي نحن فيها بيرجع عندك الطيار وطني الحورية اللي هو كتلة رئيسية اساسية بالبلد متحالة في حتى العظم من الالفان وستة لالالفان وثلاثة وعشرين بركة مع مع حزب الله اليوم هناك بدأ يعني الطيار يخرج اذا بدك من هذا التموضوع وراع على تموضوع جديد جري بيحط حاله بالوسط ما بيقدر في مكان ما يكون بلحظة هو ضد الحرب وبلحظة تاني هو مع المقاومة بده كمان هون مطلوب من الطيار وطني الحور كمان عنده مسئولية لانه في ناس انتخبوا وعطيوه عدد كبير من النواب كمان مطلوب منه يحسم خياراته يعني ويرجع الى اصل المشكلة متل ما كت عم قول عن التغييريين حتى يقدر يلتقي مع نواة الوحدة وثلاثين هاي دي نواة الصلوبة هني تقاطعوا على ملاشة هيدا هيدا التقاطع لا يكفي لا يكفي اليوم يتقاطعوا ما استسفال اليوم كلام بس بهذه النقطة استسفال بس خليني اقول كلمة وحدة الساحة وحدة الساحة الوطنية السيادية اهم بمليون مرة من وحدة الساحات فازن على فريق تيار وطني الحر انه ما يتقاطع على اسم يتقاطع على فكرة ولما يتقاطع على فكرة تكون هذه الفكرة السيادية للكول لا عالية ولي رفع الغطاء عن اي عمل خارج اطار الشرعي رئيس الجمهورية السابق رفض مبدأ وحدة الساحات وبغض النظر اذا طلع الوفد وفد حزب الله او لا يبدو انه بعده التباعد مستمر حكي عنه نقول نصيف واليوم كمان رجعت ترجمة اكتر واكتر ملك عائيل في مقاليته ومبارح النائب جبران بسيل الطيار لم يخرج من التفاهم الحزب خرجه عندما تخلى اولا عن بناء الدولة وبعدها وبعدها عن الشراكة واخيرا تخطى صقف حماية لبنان ضرب له ثلاث مكونات عظيم هلا نحن بدنا نقول مين خرج ومين ما خرج عظيم خرجه تخلى حزب الله عن بناء الدولة مثل ما قال جبران بسيل ابتعد عن الشراكة وتخطى صقف حماية لبنان المبادئ الثلاثة ضرب له يوم جبران بسيل ما فينا نكون تعرف استسفادي هايدي خبرية القرود بالغيبة لما يختلفوا بتتكسر الغيبة ولما يتفقوا بياكلوا المحصول هاي اجمعها عها الخبرية لما يتفقوا بياكلوا المحصول ولما يختلفوا بيكسروا الغيبة مش هيدا المطلوب المطلوب قرار واضح نهائي اخير مين خرج ومين ما خرج هيدا نحن ما بيعنينا يستفلوا نحن بيعنينا مصلحة لبنان هل يعقل ان يبكى الطيار بغطاءه لحزب الله حكما لا كنا عمين نديه وندينا بكتير من الله اليوم نزع الغطاء عن حزب الله في حربه هزوا ما نزعوا ما نزعوا لانه بعده لحد اللحظة بيقول نحن ضد ربط السحات لكن نحن مع المقاومة بالداخل ما ايه لهم تخطى صقف حماية لبنان لك يا افعال يا اخي حتى حماية لبنان مش مطلوبة منه ما هون ما هايدي النقطة هاي النقطة حتى بهايدي النقطة ما قدر حزب الله المطلوب يرجعوا لشو كان يقول الجنرال عون سنة الالفين واربعة كتير عم ترجع لا لا لانه هيدا التوصيف الحقيقي اذا بدك لانه هيدا التوصيف الحقيقي هيدا قبل ما يقولوا له انه ممكن نعم لك رئيس الجمهورية الحربة بالمعارضة قبل ما يصير فيه الديل مع السوري ومع الايراني طب هونيك اصل هونيك الحقيقة ما فيك تكون عطول معك حق يا وقته كان معك حق هون عم بحكي عن طير وطن حول يا بالاول كان معك حق يا بالتفاهم معك حق ما فيك بالتنين معك حق يعني ما فيك بالالفين واربعة معك حق انه عم تقول عنه ارهابة بالالفين وستة عم تقول عنه مقاومة بنفس فرق سنتين بين الارهابة والمقاومة ما فيك بالمطرحان يكون معك واحدة منهم بدي يعتمد يا هيدي يا هيدي وبين اتنين كمان الجنرال عون كان يقول اللي بحط اجر بالبور واجر بالفلاحة بينفسي بدي يحط اجرائي بمطرح واحد ما في يحط اجر هون واجر هون لزلك انا بقول لك مسؤوليته كبيرة تجاه ناخ بينه تجاه الشريحة الواسعة ياللي انتخبته وعطوته سبتاعش منطاع تسعة عشر نيب اللي هني انه يحدد خياراته للالتقاء مع الواحدة وثلاثين الكتلة الكتلة الصلبية اللي هي الواحدة وثلاثين هني والتغييريين والواحدة وثلاثين بيعملوا رقم كبير وساعتها تجاه المجتمعين العربي والدولي بيكون في صوت صارخ يقول لا لانه اليوم شو بيقول شو بيقولوا الدبلوميسيين انا كتير بقعد وبشوف وبسمع ولو ما بحكي بس انا متابع اه دقيق لهون كل بيحكوا انه خيهادك فريق مترس وانتو مشار زمين توحدوا لا 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 يعني وقفوا لانه قفوا منرجع لالدريان منرجع لالفرنسي ومنرجع كل الديبلوميسيين الانترنسيونال شو كنت عم تقل لك قوموا تنقوم معكم وقفوا تنقوم قولوا اي لا نوقف حدكم بس ما فيكن تكونوا عم تنقوم ما بدنا نشر المعارضة كثيرا لا ما احكي عن المعارضة المعارضة عم تعمل شغلة بس مش هيني انه هايدي المعارضة المجردة من اي سلاح يعني ما عنده سلاح وما عنده منه بالسلطة وما عنده ادوات بالحكم وما عنده وما عنده وما عنده يعني مدرعا مين ما عنده هاي المعارضة ما عنده شي بالدولة قادرة تعطل الخطة الجهنمية يلي رسمها الفريق الايراني هيدا لوحده انا بالنسبة للي بمعزل ما حدا يخدع على بسطتها هيدا لوحده يسجل لهذه المعارضة التي اوقفت المد الايراني او الاستمرار بالمد الايراني الى رئاسة الجمهورية هيدا نقطة هاي نقطة بتصب بخانة المعارضة ويجب ان تستكمل لمرحلة اوسع تقدرها قادرة ترد الصعب بس بقصة الاعتدال المبادرة التي قال الاعتدال انه هو طرحها ورجع رئيس المجلس النواب قال انه هاي دي هاي دي وليدتي انا اللي اخترعتها يعني ماتت المبادرة ام اعيد احياءها بدي اقتاني انا بتقديري ماتت قبل ان تولد لانه لانه يعني لو بدل لاش عم بدل رئيس بري رئيس بري فنان بتضيع الوقت لا يمر اللي بدوياه ولا يوصل على النقطة اللي هو بدوياه عم تحكي مع ساحر انت ساحر بقى لا لاش عملا بساحر يعني غطسوا لجماعة سامع مع خبريت الارانب هيدا ارنب من الارانب لا هو يعني يجيد هذه اللعبة بس سؤال اليوم الرئيس نبيه بري كان يريد الخروج من هذا المأزق والذهاب الى خلينا نبلش نفكر بالخيار ليس اذا بدك بدك اعطيك بدك اعطيك بدك اعطيك معلومة هناك تباين بين دولت الرئيس نبيه بري وحزب الله غير معلن بموضوع الخيارات وهو حزب الله يريد التمسك بستيمان فرنجية حتى يعني انتهاء اخر خرطوشي بغزة او باسرائيل او على الجبهة الجنوبية دولت الرئيس نبيه بري عنده تندانس على الخيار التالت وعنده مرشحينه مين مرشحينه؟ ما بعرف مين ما عندي معلومات مين يعني بلش تحكي عن جورش هوري ايدا شو بيمشوا في المعارضة؟ لا كمان في حد قدنى من التوافق المسيحي يعني ما قصة المعارضة ما كمان بكتوف بيمشوا في المسيحيين؟ المؤشرات بتقول لا يعني اسهمه عند اتنين حتى اللحزة انا بعرفه وصديقي وبحترمه ولي بدك اياه بس انه يعني عند الافريقاء الثلاثة اذا بدك يعني او الكوات الثلاثة او الاربعة عم نحكي هون طيار وطني حر من جهة والقوات اللبنانية والوطني الاحرار وحزب الكتائب واكيد سليمان فرنجي يعني كل المسيحيين عمليا حتى اللحزة عبروا عن رفض للعميد جورش هوري وخاصة يعني بلشوا اذا بتشوف السوشيل ميديا بتشوف انه مديرية المخابرات يعني دايما مديرية المخابرات هي تقايلة هي تقايلة على 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 اي مرشح شكرا لك شرخي لنا المخابرات بيتعاطى مع مع يعني اذا بدك هي بيقولولها المان سال في الدولة اللبنانية بقى باعتقد انا انه مش 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 هيدا الخيار اللي بيستمر للاخر اوكي شكرا لك شرخي رارة مؤسس دارة للحوار اشكر موصول الى اللواء الشرف ريفي عضو كتلة تجدد الذي انضم الينا عبر زوم متابعي صوت لبنان انتهى بالاول لهذا اليوم تابعونا في حلقات لاحقا الى اللقاء تابعونا في حلقات لاحقا الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة